بلدية المواجهات وتبعاتها إذ ينضم إلينا الآن من مدينة ألد في بث حي ومباشر عبد الكريم زباركة عضو بلدية ألد الذي سنتحدث معه حول الجلسة الصاخبة في الكنيسة اليوم وحول انعقاد منتدى أعضاء البلديات في مدن الساحل والمدن المختلطة مساء الخير أستاذ عبد الكريم مساء النور لك ولجميع المشاهدين نعم شاهدنا قبل قليل مقاطع مسجلة من الأجواء في الجلسة التي عقدت اليوم في الكنيسة حول المعتقلين في الأحداث الأخيرة الجلسة كانت صاخبة تماماً كيف هو الوضع اليوم عندكم في اللد؟ هل بدأ الهدوء يعود إلى المدينة؟ نعم أولاً المدينة اليوم نسبياً هادئة من ناحية لا يوجد هناك أي مواجهات أو أحداث تذكر ولكن للأسف الشديد هناك هجمة شرسة من الاعتقالات ووجود مكثف لعناصر الشرطة في مدينة الليد ودخول البيوت وهناك عناصر كثيرة من وحدات خاصة يعني بزي يشبه العسكري ويتجولون ويكمون باعتقالات في مدينة الليد الأمر صراحة يعني يثير الكثير من الغضب والرعب والخوف يعني مثلاً اليوم كان هناك مرور عدة عناصر من جانب مدرسة الراشدية في مدينة الليد مما أدى يعني إلى اضطرابات وتخويف واتصالات من قبل الأهل يعني الأمر غير عادي يعني الأمر لدينا بالليد هو غير مش أمر طبيعي مدينة هادئة للأسف يعني تحركات الشرطة الكثيفة هي تخلق نوع من الجو نحن غير معتدين نعم تذكرت قضية المدرسة تم الإعلان عن تعزيز الإجراءات الأمنية حول المؤسسات التعليمية أيضاً في الليد وأيضاً في الرمل كيف تكرؤون هذا القرار؟ أولاً نحن سمعنا بهذا القرار منذ الأسبوع الماضي وإحنا توجهنا بشكل رسمي للمسؤولين في بلدية الليد ووزارة المعارف أيضاً بتعزيز الأمن والأمان أيضاً في مناطق المدارس العربية وطبعاً للأسف الشديد يعني لم يكن هناك أي تواجد من الأمن والأمان بالعكس يعني كان هناك في عدة مواقع أنه لما يوجد هناك حراس على الأبواب الرئيسية في بعض المدارس حتى كمنا مع أولياء الأمور والأهالي بالضغوطات على البلدية والوزارة المعارف حتى تم إحضار حراس على أبواب المدارس لم يكن هناك في المجتمع العربي في الليد عدى طبعاً عن وجود الشرطة وتجوالها العادي ولم يكن هناك تعزيز مخصص للمؤسسات العربية في مدينة الليد نعم أريد أن تحدثنا عن منتدى أعضاء البلديات في مدن الساحل والمدن المختلطة الذي انعقد قبل يومين من هم الأعضاء في هذا المنتدى؟ ما هي أهدافه؟ ما هي أبرز القضايا التي وضعت على طاولة النقاش في اجتماع المنتدى؟ أولاً هذا المنتدى منبثق من لجنة المتابعة للجماهير العربية في الداخل منذ سنتين كمنا بانتخاب ثلاث أعضاء مركزين لجميع المدن الساحلية والمختلطة والتاريخية وأيضاً الكرة في المجالس الإقليمية في الشمال وتم المركز هذا المنتدى هو الدكتور شكري عوودة من نتسرة عليد والأخ أحمد سواعد من الشمال عن الكرة الإقليمية وأنا عن المركز المدينة الليد ويافا ودائماً نجلس جلسات دورية لتباحث الأمور المشتركة في هذه المدن لأنها مدن لها خاصيتها التاريخية والهوية والهجمات التي يتم عليها من قبل النواة التوراتية واليمين المتطرف في السنوات الأخيرة وطبعاً الأحداث الأخيرة أجبرت بأن نكون طبعاً بعقد جلسة في هذا المثلث خصوصاً في الليد الرملة يافا وكنا في يافا وكان حضور طبعاً لرئيس لجنة المتابعة ورئيس لجنة رؤساء البلديات العرب ماذر يونس وأيضاً الأخ دكتور يوسف جبرين وعضو الكنيسة سامي أبو شحادي وعضاء بلديات عن جميع المدن عكا حيفا نتسيرت عليت الليد الرملة يافا وحيفا طبعاً وطبعاً نتبدلنا ماذا يحدث هنا في هذه المدن وكيف كانت الهجم الشريسة خصوصاً في هذه المدن وطبعاً قضية الاعتقالات واعتقالات الشباب بشكل عشوائي هل من كرارات تتخذها المنتدى بخصوص قضية المعتقلين طبعاً احنا يعني أولاً تبدلنا المعلومات كيف يعني الوضع هو في كل مدينة لها خاصيتها الخاصة طبعاً الأمر الذي تبين من كل ما حدث هناك أنه نحن في مأزق يعني حصل نوع من يعني من يعني سوء العلاقة بين العرب واليهود بسبب يعني العرب واليهود يتعايشون في المدن المختلطة ويعني حددنا بأن يكون هناك بالاسبوع القادم أو اللي بعده ستكون جلسة أيضاً في مدينة الليد لمحاولة يعني خلق حلول من جانبنا نحن كيف نعيد الحياة إلى طبعتها كيف يعني يعني نساعد طبعاً كان هناك أيضاً أخ شرف حسان مركز لجنة المتابعة للتعليم العربي الكطري وهو أيضاً يعني له دور كبير في دعم الجهاز التربي والتعليم طبعاً بدعم نفسي ومرافقين ومرافقة نفسية طبعاً أكثر للطلاب والطواكم وأهل هذه البلدان طبعاً لا يوجد هناك حلول يعني لم يكن هناك اتفاق على يعني عمل معين ولكن هذه الزيارات وهذه الجلسات وهذا التكاتف وهذا التبادل يعطي نوعاً ما يعني نوعاً ما من الدعم المعنوي ورفع المعنويات لدى الشارع العربي يعني أنتم تعرفون أن الحياة في المدن المختلطة تختلف تماماً على الكرة العربية والمدن لأنه نحن نعيش مع اليهود يعني في هذه المدن ونحن أيضاً لنا يعني مصلحة كبيرة في أعادة الحياة والسلم والحياة المشتركة أو الحياة يعني الذي نحن نشارك في كثير من المؤسسات والحياة اليومية نعم يهود وعرب ولذلك يجب أن يكون هناك علاقة يعني وأن يزول هذا الخوف والتوتر ما بين الطرفين نعم المحمد عبد الكريم الزباركة يعني واضح بأن من أبرز التداعيات الأحداث الأخيرة التداعيات الاقتصادية كثير من أصحاب المصالح التجارية شكوا في مقابلات لقناة هلا من تراجع الإقبال على الشراء من محلاتهم وانخفاض المبيعات لديهم كيف يمكن دعم السكان هناك ومسندتهم في ظل هذه الظروف الصعبة أولا أنا أعتقد وكان هذا رأيي في جميع الجلسات والأماكن التي تم فيها بحث كل الأمور التي حدثت في المدن المختلطة أولا يعني نحن المجتمع العربي من الخطأ أن نقوم بأي إعلانات مقاطعة للمحلات اليهودية وبذلك أنا أعتقد عندما نترك هذا الأمر جانبا يعني تدريجيا سيكون الزبائن من اليهود والعرب يعني يعودون إلى المحلات التي يعودوها بشكل عام ويقدموا إليها من مدن وكرة ومشافيم وأخرى يعني أنا عمليا أعتقد أنه هناك يعني وضع سيء في جميع المصالح العربية وأيضا اليهودية على فكرة يعني لأنه يعني ما زال هناك توتر وخوف يعني أنا أرى أن الكثير من المحلات التجارية يعني كانت يعني مقتضة بالزبائن اليوم ترى أنها يعني فارغة جدا تكريبا وهناك مصالح على وشك الإغلاق فلذلك أنا يعني نصيحتي لوسطنا العربي ولمجتمعنا العربي وأصحاب المتاجر والناشطين أعتقد أنه مصلحتنا نحن كعرب أيضا يعني بالأول أنه نترك هذا الأمر وأن لا نكون بتأجيجه إعلاميا لأن اليمين المتطرف له مصلحة في أن يقاطع اليهود المصالح العربية وأعتقد أنه في الحياة التجارية في نهاية المطاف يعني عمليا الكل يربح من هذا التجارة عربا ويهودا طبعا وأنا أعتقد أن يجب أن نشجع العودة أيضا في الوسط اليهودي وفي الوسط العربي نعم شكرا جزيلا لك المحامي عبد الكريم زبارك عدو المجلس البلدي في الليد كنت معنا في بث حي مباشر من الليد شكرا لك شكرا ومن مدينة الليد العربية لك في الوسط